أعلنت وزارة الصحة فحصة 9 ملايين ومائة وستين ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرين طالبا بمختلف مدارس البمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب وأوضحت الوزارة أن المبادرات تستهدف فحصة 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر وذلك بـ 29444 مدرسة حكومية خاصة ومشيرا إلى أن المبادرات تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بدميع محافظات الجمهورية